اشتركوا في القناة وانفيذ الخطط الامنية المحكمة التي تم وضعها لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في شبه جزيرة سيناء واقام القائد العام ووزير الداخلية بتفقد عدد من الكمائن ونقاط الارتكاز الامنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء والاطمئنان على الاحوال المعيشية والادارية للعناصر المشاركة في الحملات الامنية واعرب عن سعادته بما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية وعزيمة واصرار على اقتلاع جذور التطرف والارهاب والثأر لمصر وشهدائها من القوات المسلحة والشرطة والوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب المصري بها من اجل حماية ارادة الوطن وصون مستقبله واشاد القائد العام بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا التكفرية وتنفيذ ضربات الاستباقية الناجحة ضد الاوكار والبؤر التكفرية مشددا على ضرورة الحفاظ على اعلى درجات اليقظة والجاهزية لتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة واستعادة الامن والامان لهذا الجزء العزيز من ارض مصر وادر القائد العام حوارا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة اكد خلاله ان مصر تخطو بخطوات جادة وسريعة نحو بناء مستقبل افضل يلبي تطلعات المصريين واننا لن ننسى دماء ابنائنا الذين تطلعوا الى الشهادة فداء للوطن واستمع الى ارائهم حول ما يدور على الساحة الداخلية مشيدا بما لمسه من فهم واع وادراك صحيح لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر هنا ربنا اصطفالنا كلنا ان احنا نجاعد في سبيله وتمنى فدم ان ان شاء الله بيزد الله ربنا يقدرنا وينصرنا على هؤلاء الخوانة الكوبنات اللي هو مش قادر انه يواجه الواجهة اللي هوب ولو قادر انه يواجهه وعارف انه هو يواجه الواجهة اللي هوب انا هحفر له اقرب وهدفله فيه هو بي اقرب يعمل ايه يحطل وهو ناسه بيباطل من وراء المدار هو قاعد عايش تأنافة عايش تحت الارض عشان خايف مني خايف من مؤابلتي مواجهتي عشان عارف انه هو ان احنا مباطلين عارف ان احنا مستأسدين مش هنسيبه ولا هنسيب بلدنا اللي ان شاء الله بيزد الراف وهي مطفوعة في وسط العالم كله وهي أخذها من الراف لحيا مصر لحيا مصر لحيا مصر وكرم سيادته عددا من المقاتلين بالانضمام لبعثة الحج التابعة للقوات المسلحة هذا العام كما تفقد القائد العام ووزير الداخلية جانبا من الاسلحة والمعدات التي تم ضبطها اثناء الحملات الامنية لرجال القوات المسلحة والشرطة كما قام الفريق اول صدق صبحي واللواء مجدي عبدالغفار بتفقد معسكر الامن المركزي بقطاع شمال سيناء والمرور على معرض لاحدث الاسلحة والمعدات التي تستخدمها عناصر الشرطة المدنية في مكافحة الارهاب والتطرف للوقوف على مدى جاهزية عناصر الشرطة المدنية المعاونة للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها والاطمئنان على الحالة المعنوية والادارية للقوات حضر الجولة الفريق اسامة عسكر قائد قيادة منطقة شرق القناة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر